يا لنastes ياs فكرتنى بgus ماكلة بذكا ماكرة اليام دى كتائام صهود على اصلك اهى لااشته مجهزين يا جمع انا جاهز يادوك اكسرلك لاست pine ماشا مغار من هنا؟ ماشا قلنا مغارب كلمة دي؟ ماشي موليش معنا دي كررت في اكتر من كرات كررت في اكتر من اغنية؟ اه 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 ابراهيم انا اجلي خبر يمكن ازهاجك شوائي دلوقتي ايه فيه؟ اه فيه واحد اسمه زيزو اتصل باب دليار اخوي اه اه يقول ان والدك تابان شوية وان هو معبود في مستشفى السلام دلوقتي فين؟ مستشفى السلام، مستشفى السلام بل لحظة يا أبو تدالك مننا حاضر حسين، أبوك مال؟ أبوك في اللعنان المركزة وبكرا الصبح بإذن الله يبحصوه ويقولولنا إيه اللي صابه بس انتهدى شوية يا إبراهيم إزاي؟ مانا سابه كويس أبوك جمل يا إبراهيم وبإذن الله بإذن الله بكرا الصبح يشد حيله ويقوم لنا بالسلامة يا رب يا حسين يلا يلا برهم والصبح بادر نجيله لأنا أفضل هنا للصبح معاه مش هينفع قعدتنا هنا مش هتفيد بحاجة اسمع الكلام تبني نقله مستشفى تانية هي هي وبعد الناس هنا عاملين الواجب وزيادة شوية يلا 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 إن شاء الله يبقى كويس يلا وبإذن الله بكرا الصبت لأجل نجيله أخبار الحاجة يا رب دور الحمد لله الحمد لله الحمد لله احنا كنا فينا وهنا في يد إبراهيم ابني على فكرة الحاجة طول اللي اللي كلمنا على حضرتك مش حضرتك بلده اللي بتغني أعيفا بيغني في أفراح وأعياد ميلاد إحنا تحت أمرك بس خلي بالك من الحاجة يا دكتور صباح لكي صباح لكي من فضلك الحاجة سلم المصري في غرفك الحاجة سلم المصري حضرتك في امتين واثنين أشكر نحنك بالأمر إزايك يا دكتور أنا كويس إنت إزايك الحمد لله عمي عمي كويس قوي بخارج بكت طب حمد لله على سلامة الله يسلم إبراهيم جوه أصل طب سلم على عمي قوله حمد لله على سلامة طب سلم الله مش هتشوفي عميك عن إذنك هايل يا إبراهيم برافو عليك تعال بقى ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده برافو عليك يا إبراهيم هايل عجبك مجدد؟ عجبني لو انت بقيت معلم كبير قوي هاههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ربنا كان عايزك تبقى كده اللي حصل ده كله تحصيل حاصل انا مكنت مجرد سبب من الاسباب ازاي الرزق بالزبط ياريت كل الناس زيك يا دكتور بالمناسبة دي الشركة محضرها لك مفاجأة على الله انها تعجبت على الله انها تعجبت ده طبعاً مناسبة النجاح الكبير اللي انت حققته الحمد لله تبقى تروح تتفرج على المفاجأة دي بكرة ولو عجبتك تبقى تقولي طب مش ممكن اعرف ايه المفاجأة ما قالوا معرفتها دلوقتي مش هتبقى مفاجأة يا بطل ولا ايه اه صحيح يا راوي يا بطل يا راوي يا راوي يا مر يا ليه ماشى الوصح فضل سيحسي يعيش يا ابو فضل حاجة المكان هيناور بيك حاجة بس انا قابلي عارف هتقولي الحارة والناس نجي بمم يعيشوا معنا هنا يابا احنا عسينا كثير يا حاجة والدونة شبعيتنا غلب مش ده كلامك باب انا يا ابني اتعودت على احناك خلاص انا ذكرياتي محفورة في الحارة افهم يا ابني واسمع اللي مش كان كل حياتك فيها يابا الدونة تغير وربنا رايب بقى ان احنا نعيش بقى ابراهيم عنده حقا حاجة ما تقول حاجة حاجة الشرى شرطة بوكو يا اولاد انا مليش دعوة كلنا لينا دعوة حد يرفض النعمة يا امه النبي مبالد وافي للذلة الجن وفي اوارد وشجر وزرع اخضر زي قلبك اوفاة وافي بقى حاجة وخلى فرحتنا واحدة قلت يا حاجة خلاص يا اولاد اللي تشكوه الامر لله شايف المنظر الجميل ده احلى منظر في الدنيا اه هنا بشوف بلدنا لحاجة اجمل بلد في الدنيا مصر حلوة وبيليل مش كده امه اهلي اهو مش ام الدنيا باجي هنا كتير كل ماحس ان انا متدايب اقف شوية وبعدين امشي بحس براعة غريبة اول انت فنان علي النعمة فنان بس انا بفكر بقى في طبق كشري بالدقة عشان ادفع ههههههههه ؟ لا 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 واحدة واحدة ما واحدة واحدة نحنة هونة واحدة واحدة نحنة هونة مين أمي? وصلت لحد دين يا عيدي أبداً مفيش حاجة أنا عارف ينسى بتحبها بس لعبية تسكت على منع مهيمة بقولك ليه كنت هتنسيني الدكتور عزت عزبني على حفلة جامدة أول عزبني لبس أشيك حاجة عندنا ومجيشنا حتى الجرفات الجديدة ماشي يا ابني جرفات ايه انت ليك الشرف اني بلبس حاجة من حاجتك أنا بشهرة لك عليا النعمة لسه بتحبها ايه اه 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 مال عليك حليدي بسم الله الرحمن الرحيم مالك كنت فاكي مش هاجيني تاني يا امه قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول كمان يا حبيبي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خد انا عايزك تلبس ليه هتحفظك من كل سوق خد يا حبيبي بلاش يا امه بلاش لا متقولش لامك بلاش بكرة بإذن اللي هتعوضها لي وتجيب لي أحسن منها كمان سيدي يا سيدي حبيبي قلبك ده من اختي بيجيلي ثمانين كابوس كل الليلة يا مرحي ادخنيش واحدة زي ايدي هقوم اعملك حاجة دفر ايه يا سيدي ما تبطل احلام بقى تضرش بقى يا اخي تقولك ايه اه عايزك في خدمة كده تعمل هذه حاضر حاضر خد الكارت جا حاضر روح العنوان اللي فيه هتقابل واحدة هديك حاجة تالي حاضر متأخرش مش رائك تسحسن تقولك ايه براك حاجة دباتي ليه معرهش حاجة طب عايزك ما عارف مشوار صغير مشوارك ده اللي انت عايزني فيه هيمة آآ بعدين بعدين بقولك عايزك تلبس احلى بدلة عندك عايزك تبقى رجل قوازه تكونش جايب لعروسة ولا حاجة تسدق تسدق تبقى فكرة والله هي فكرة حلوة هيمة مشوارك ده اللي انت عايزني فيه ده لازم ايجي معك؟ لازم تجي معاك يالله بقى الفطاري هنقنق تبقي الفول مبروك يا أستاذ عزيز اتفضل المترجم في القناة مبروك عليك يا حسين علي انا؟ انا مش فاهم ايه الموضوع قاني الاوان عشان نفرح بك انت وعديدة الشقة جدتا عدك ودي الععدة هو باسمك حسين انا مش فاهم حاجة ما تقولش اي حاجة كل اللي عايز تقول انا عارفه ربنا يديك على قد اللي فنيتك ابراهيم قاني الاوان بقى عشان نفرح بك انت ضيعت عمرك علينا يا حسين وقاني الاوان عشان نرد حاجة صغيرة من جمالك يلا 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 روح عشان اتفرق عروسك يلا شايف المنظر الامين ده احلى منظر في الدنيا اه هنا بشوف بلدنا الحقيقة اكمل بلد في الدنيا مصر حلوة وبي مش كده ام اهلي اه مش ام الدنيا باجي هنا كتير كل ما احس ان انا مداج اقف شوية باجي هنا